أعزائي المشاهدين أهلاً ومرحباً بيكم في حلقة جديدة من المسيح هو الحل أخت العزيزة يلي ضربك الحزن لوفاة رفيق دربك وشريك حياتك أنا بوجهلك رسالة النهاردة عايز أقولك أني حس بيكي جداً ومدى الحزن والمشاكل اللي حصلت لك بسبب الناس ومشعرك المجروح أخت الغالية أوعي تقضي حياتك غرقانة في الحزن لكن حاولي تعالجي حزنك علشان بإهمالك العلاج هيزود الجرح عمق وتلتهي بنران حزنك اتعالجي بكلام التعزية ومش أي تعزية ليكي عندي كلام تعزية مش من تأليفي لكن التعزية دي من إله الكون الله في الكتاب المقدس حاب يلقب نفسه بقاد الأرامل وأبو الأيتام وده حنلاقيه في مزمور 68 ممكن بسبب ترملك اتعرضت لظلم من الناس ومن القوانين الأرضية لكن الله وصى موسى أنه يكلم الشعب بألا يسيء للأرملة واليتيم مقابل ده الله حيبارك اللي حيعمل بالوصية دي وقال سيبارك عمل أيديهم إن أطعاموا الغريب والأرملة واليتيم دي موجودة في تسنية 14 لكن لو فرد إن الناس ما سمعوش الوصية وبدأوا يزلموكي الله وعد إنه حيعاقب اللي ظلمك وقال ملعون من يعوق حق الغريب واليتيم والأرملة في الحالة دي مش حيعاقب اللي ظلموكي ويسكت لا ده وعد كمان إنه يسمع صراخك الله حياخد دور القاضي والمحامي عنك وحيقيم حقك ما تخفيش ما تحزنيش هو حيوفر لك كل احتياجاتك حصلت في العهد القديم لما المرابي كان عايز ياخد ولاد أرملة عشان هتسد الدين عليها تخيالي بقى دي لكن لما صرخت لقليشع نبي الله الأرملة صرخت لقليشع نبي الله الله عمل معجزة ليها سدد احتياجاتها وسدد ليها دي ما كانش عندها إلا دهنت زيت فقط خليها تستعير حلل الجيران وتملت الحلل بالزيت باعتها وسدد الدينها وبقى معاها فلوس تصرف على أولادها كمان أصله هو قضي الأرامل ممكن تقولي أنا حعيش في واحدة والوحدة قاتلة الخبر الحلو التاني أن المسيح هو عريس نفسك الكتاب المقدس ركز على أن المسيح هو العريس وإحنا ككنيسة العروسة هو العريس الموجود معاك كل الأيام هو فرحك هو سبب سرورك وهو اللي بزل نفسه من أجلك عشان يديك حياة أبدية ويمكس معاك من وقت قبولك ليه إلى آخر الدهر اخترني بالمسيح خلي عينك عليه هو بيحبك وعايزك تكوني معاه على طول المسيح هو الحل